موسيقى بين حمم قذائف ميليشيا تربعت على الأرض وصواريخ طائرات من السماء عاشت أغلب مناطق مدينة تعز تلك الحرب العبثية منذ أربع سنوات وعلى إثرها لم تسلم أرواح البشر ولا ممتلكات الناس العامة ولا الخاصة ولا منازل المواطنين وفي كل المشهدين لا زالت الشواهد حتى الآن باقية ترجمة نانسي قنقر موسيقى مثلت المرتفعات والتلال في المنطقة الغربية من مدينة تعز أحد أهم نقاط التحكم والسيطرة التي مكنت ميليشيا صالح والحوثي من إحكام قبضتها على المنفذ الغربي للمدينة بشكل كلي هنا ركزت بشكل مباشر على المواقع الحساسة ابتداء من تلة الزونقل في حي الحصب شرقا وربطتها بموقع الدفاع الجوي شمالا إضافة إلى موقع نادي السقر في الجنوب الغربي وحي الدار غربا وصولا إلى معسكر اللواء 35 في أقصى غرب المدينة كانت كل هذه المواقع مناطق عسكرية بحدة عدا موقع حي الدار الذي تعددت فيه المهام والاستخدامات هذا المكان مرتفع مرتفع على عدة مناطق لا يوازيه إلى الدفاع القوي أو مرتفع على مستوى نادي السقر مرتفع على نادي السقر أو على غيره وقدوا من برباشة كحاضلة لهم يعني أنا أقول أغلب المتحوثين من هنا من برباشة من المطار القديم كلهم وقفوا معهم ساعدوا لهم وهذه المشكلة في برباشة لأنها تقريباً إنها أكبر أقدر أقول أغلب المتحوثين في المطار القديم أكثر من أي مكان في هذا المبنى الذي يبدو ركاماً والمعروف ببناية زيد الخرج أوجدت ميليشيا الإنقلاب لها تموضعاً خاصاً واتخذت منه مركز تحكم وسيطرة وإدارة للمنطقة الغربية برمتها باعتباره يشرف بشكل مباشر على الخط الرئيس للمدينة القادم من أقصى الغرب والمار وسط منطقة بيرباشة وصولاً إلى عمق المدينة إضافة إلى خط تعز التربة وخط الجامعة ومنفذ الدحي حشدت إلى هذا الموقع كل الإمكانات العسكرية لا سيما بعد أن جعلت منه مقرر للاجتماعات الدورية ومخازن للمؤن الغذائية والأسلحة المكان هذا يزيد الخرج لأنه مطلع على الدفاع القوي مطلع على العسكر الو 35 مطلع على تبة الزوقل يعني مطلع على كل التباب هنا كان زي ما تقول مستودع الغذائية والمخزان كان القاتل لهنا الأكل لهنا السلاح لهنا طبعاً كان السلاح أكثر ما يورد في الليل بعد تموضع الميليشيا في حي الدار سعت إلى تجديد إجراءاتها الأمنية في محيط المكان وأصبح الحي منطقة مغلقة تماماً أمر أجبر الكثيرون على إثره للنزوح وترك منازلهم فيما البقية وهم القلة ظلوا يعايشون الصلف الميليشياوي بأبشع صوره عشنا بالحارة هذه كرعب يعني حتى أذان مغرب الدخول من عند مصنع الإستفنج ممنوع تدخل الحارة من أذان مغرب إلا الناس المعروفة قد تقول لك في الحارة تقريباً أربع بيوت بقينا فقط يعني إيجي واحد يجي مش معروف يمسكنه هناك تهمنا؟ وبالأخير عملوا قبل بقالة حق الحجار يعني ممنوع التقاوز أربع أو خمس حجار ممنوع سيارة تمر ممنوع أطفال ممنوع شباب ممنوع أي شيء يمروا نهائياً أحيانا يحوطوا على الحارة كلها من جميع الاتجاهات لا يسمحوا لك بالعبور بالدخول إلى بيتك إلى أولادك إلى زودتك ما يخلو أنك تدخل ليش؟ لأنه معهم اجتماع معهم اجتماع مع المسؤولين مع استعمار الأمر المرعب الذي لا تتخيله أنت أنه والله أنهم من بعد الساعة تسعة بالليل إنهم يدوروا على الحارة أربعة يعني لا فقر يدوروا على الحارة كامل وضووا على الأطواق البيوت إذا في طاقة مفتوحة إذا في شيء والله للفقر يتناوبوا من تناوبوا كل ساعة على واحد على الحارة يدوروا باستمرار إذا حصل واحد في الشارع حتى أعزك الله كلب مرة وكان يشتعرض للواحد قتله أنا قاول له احنا للبيوت شللوا نحنا شللوا خمسة من نحنا حبسوا نحنا وكنا محابس ثلاثمائة عالق عندهم كانوا يحققوا معا نحنا بالليل أنت أين كنت؟ ها؟ أنت لما معكش بطاقة بالشارع ماشي داخل لما معك بيس داخل قيبك فوق المئة المئتين الآلف الثلاث دخلوا لك داخل ما معنى ابننا عقام وقعوا السواريخ ونزقوا لمو مرتين عقام وصنق قالوا أنه قالوا أنه قاسوس مرتين يشون مو قع هرب نحن ولا أدري أينه هم ثلاثة قوخان لا أدري منينه أينه ولا مني دار وإينه مرضا مين المضرب أربعة سنين مدري ثلاثة سنين لم يقف خطر ذلك التواجد الميليشيوي عند حدود المكان بل تعدى للأحياء والمناطق المجاورة ليزداد أكثر حينما تنامت حدة الرفض الشعبي لتواجدها على مستوى المدينة هذه المفردة شكلت هاجس الخوف لديها لتغلق على إثره المنطقة الغربية تماما وفصلها عن وسط المدينة الأخطر من ذلك سعت إلى تحويل الموقع لمنطقة عسكرية بامتياز نصبت فيه المدافع ونشرت القناصين ووزعت حمام الموت على أرجاء المدينة من هنا يمولوا الجبهات مخازن أسلحة واجتماعات داخلها وقلسوا محوشين عليها ويدعموا الجبهات منها كان مخازن أسلحة جميع الأسلحة تخرج منها يضربوا فيها يضربوا من قن بيوتنا يضربوا من المدافع الحوز حتى أن الأطفال الساعة ينتين بالليل ثلاثة يتهتز البيت لا يناموا لا يرقدوا كان إرهاب رعب رعب معهم نعدلوا يقسوا يضربوا قياتة القامعة وقياتة المعبر حق حق الدحي يضربوا له هناك طبعا بعد فترة استقروا بالمنزل اللي قبل البيت حقي كسروا الأقفال ودخلوا الشقق ونهبوا دي بابغاز حتى الثياب نسوان شلوهم فكان آخر الليل يقومون يتصايحون أو سكارة أو شيء يضربوا رصاص داخل البيت فكأننا نعيش في رعب في أواخر عام 2015 وبداية عام 2017 كانت وتيرة الأحداث تسير بشكل متسارع والخناق يشتد أكثر على ميليشيا الإنقلاب في عدة جبهات هنا ذهبت إلى تصعيد الوضع أكثر تبنت عمليات قصف عشوائية على منازل المواطنين وألحقت فيها الضرر ناهيك عن قصص عمليات القنص التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء وضعفهم ممن أصيبوا بإعاقات مزمنة فستطعوا من هذا المكان أن يضربوا إلى كل حارة يضربوا كان عندهم هنا يعني الهون كان الهون هذا حينما يضربوا في الليل كانت البيوت ترتق من الضرب ترتق البيوت تتلاصق الأبواب ووصبنا النساء طبعاً برعب خوف والأطفال حتى أن توجد امرأة هنا عندنا في الحارة كانت حامل تصور أنها توفيت من الخوف من الفقعة توفيت والقنة اللي في بطنية صوابوني وأنا بالسق فهذه البنت كانت قمتني الساعة عشر ونصب الليل قلت لبنتي خلاص كانت راقت كذا لأنه عندي القلب والسكر قلت لي خلاص يا بنتي قوم مع الشيني وتقشت كانت شي ضرب بنتي بالقلب وبعدها عندما نتعتني ظربني بالرصصة دارت وقرحت كسرت العظ ماذا؟ ما خرقت لها برعب كسرت العظ تقلت ما بين العمد والمستقيم قرأت وقرأت 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 نزلف تقارير روحي لخارك و juga bonly وقرأت 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 ومتابعت أنا و أخshellS وقرأت وقرأت وقت وقرأت أى السلسل where's the deal و ve'n sleep فهي ما بين العمد والمستقيم حق الناس معي تقرير ولحد ولا حد حتي قلي ويمت ما حد يعبره هذا الوقت يبنيه المسكن ما حد دوره تركيبة الحياة السكانية في حي الدار والأحياء المجاورة لموقع تمركز ميليشيا الإنقلاب بسيطة جدا هذا ما لمسناه من خلال مساكنهم المتواضعة مساكن تبدو بقايا جدران متناثرة هنا وهناك جراء جرم إضافي اقترفته طائرات التحالف العربي حين قصفت الموقع بأكثر من ثلاثة صواريخ متتابعة قصف تؤكد الشهادات هنا أنه كان مجحفا ومخيفا طال ضرره مساكن المواطنين الأبرياء أكثر من الأهداف التي من أجلها نفذت المهمة الضربة قوية أنا بالشباك تخيل الشباك فلت لا فوقي تعورت بالهداف طبعا الشقة والله ما عرفت أخرج من الغبار من هذا طبعا الحارة صاح وكذا خرقنا ما فيش دقيقتين أتفرق الدنيا كلها خرق أتفرق للبيت حقي إيش يسوي فينا روح ما قدرت فينا انتقه يعني عوشت عشت دخول لأشوف ساماني ما حد خلانا دخول لأشوف البيت الثالث يوم قد نص السامان تكسرات راحت وامتهبت طبعا مراحة ما عاد باقي شي حاجة بقيت تبكي على بيتك تبكي على شي تقول الدنيا كلها قد راحت أمة الرحمن غيروا علينا ما عش نسوي ما بلش اللي تقوها لي وقلس عند القيلة يومين أتحمل بها ليوم الثالث ونزلوا لحديدة عند أصحابي برضو عند ناس ما عارف ناس طيبين ما فيش أي ملقى صلى أبو عالمة من الفقاع على الموقع هذا السواريخ لم أفتك من الفقاع حقهم كل ما نفتكش عدين أخروب الباب ولا حافتك يظهر ساق ولا يلصي البنتي لصاتي كالقراء عمدني مش تعان عاز يدل لها قصاصة قنبي أنا عندي مريض من يوم الضربة لحد الأنة علاقة الكبير عمره 21 سنة عنده الكبد وعنده الكلا عنده قرحة بالميدة من أثر العلاقة اللي يستخدمه من أثر الفقيعة لأنه أقوه نحنو هلا نحناش هو كان يطلب الله بالبرباشة بالمدينة لما شف البيت يعني فقعه كبير أقعت عليه لحد الأن يتعالق والله لحد الأن ما اشتغل به للعلاقة وما حصلت هنا أديت العلاقة أنا خارجة وطايرة ضربت والشضاية طارت لعود يدي لما طايرت لي بيدي أنا ما عزهتش بشي غميت وسعفني وما صاح صاحت كل شي بيدي معا ورا دقاهي وأمي متوفت وثنان أخوتي ما أقدرش أعمل بي ولا حاجة أعمل بيد واحدة يد واحدة ويد واحدة وما أقدرش والألم في بي وكل شي قالوا إنه يشبتروني باليمن فلن يفرقوا لي الناس حق علاقة للمستشفى يعالقوني هم ينشوا يصوروا يدي يرسروني بالفسباك ويفرقوا لي يعالقوني يسلم حق المستشفى منزل الحاج صالح الذي كان حصاد مشوار حياته هو الأكثر ضررا في المكان فالمنزل ملاصق بشكل مباشر للموقع المستهدف بالطيران من الناحية الشرقية أصبح أثرا بعد عين كل ما فيه صار ركاما لم يبقى سوى آهات الوجع والحسرة والندم مرسومة على جبين صالح ومثله الكثير أقل الطائرة هذه آخر يوم لما يضربها الساعة واحدة ونص بالزبط أنا بكرت أخرج الساعة تسعة من داخل البيت مستلم كنتو عدن المتقعتوش مستلم بالبواب حق المستنق على طول الساعة واحدة ونص أنزل برباشة أتفرق برباشة مبلغ الغبار يدي وصلت إلى هناك تغطأوا لي هناك قالوا خلاص ما منعطوا لعن تطلع هك استطلع استضرب الطائرة ثاني مرة وننفسهم أرجع ألغطوا نفسي قسيتوا لي هناك خلاص لما هذا وأرجع أروح للمثناء تحوالي سامر استرقى راديو استرقى راديو استرقى حوالي ثمانمائة ألف استرقى من داخل البيت وأنا سافرت القرية ونسينا البيت داخل بالغرفة حقها غرفة النوم بالدولة بتاحت دخلوا فتشو لحصوا الله في بطانيات في طرارع كلهم قدروا الحمد لله يعني مستر داخل البيت ولا بزوا حقا بزوا البيت والساعة راديو أغطروا ابنا وصلحنا وكل حقا وقاء خاتم تعجيهم هذا غلط لأنك أنت حتى لو في بليسيات أو شيء أنت راعد لقبك إنما لا منازل تهدمت للنهاية البيت حقينك الشبابي كامل البيت ثلاثة أدوار الفلال اللي قبنا يعني تضرروا المواطنين أزيد من الحوثة طيب الحوثة كم ضحايا ثلاثة أربعة الأسلحة خرقونهم على ما هم بالليل أكثر من خمسة أو ستة قومات طيب الضحايا من المواطنين من الأبرياء أزيد من الحوثة طيب حتى ما يعني أقصد أن الضربة قاءت للمنازل أزيد ما تضررهم خارقوا ضربوهم المبنى للفلة وهم بالدكاء بالغرفة اللي قبل الباب خارقوا يمشوا كثير من ستة نفار وهنا تقريبا ثلاثة أو كثير اللي كانوا راقدين نائمين فقط والبيوت يهدبين النسوان يعني الضرر للمواطن أزيد ما وقع الحوثي تفاصيل الكارثة لم تقف عند حدود الحاج صالح فالمنازل المتضررة في محيط المكان كثيرة وحجم الفاجعة التي لحقت بالقاطنين هناك كبيرة أيضاً تفاوت الضرر بحسب تباعد المسافات من المكان لكن بمزملها تفضي إلى أن الجرم المقترف من كل الطرفين ميليشيا انقلابية وطيران تحالف جرم لا يسقط بالتقادم بقدت كل حاجة أبو عيالي وكله ألاحظ أحس بي الله ونعمل وكل بها أحس بي غددونا غداد بيعنا كل حاجة بيعنا ذهبنا وبيعنا حتى ولا خلينا حاجة ألاحظ بدون مشكلة لأنه آخر حاجة ما يدفع الثمن إلى المواطن هذا قدو شيء معروف المواطن هو الضحية صار بالشارع وما بيش منه فارع على ما قال من معاك؟ أيدو حيدا ما تصفقش أم فينا صليح ألوح أسراق ما شقدرش ألوح أسراق ما شقدرش ألوح أسراق زي العالم هذي يسرقوه دلحين تحتهم سيارات لدوما نصلحوا بيوت كل حاجة أم فينا يقابوا منه لا عاشقوا معنا أولا معنا كان هذي البيت كانوا مكسبينها مؤمن حياتي أنا أولا مكلاب حقي والقوال وإلا أولا معنا حاجة المربوع اللي اكتسر أنا مقدرش أغيره من فهم يقيم قيمته؟ يا الله لقمة العيش للقوال دهفة صميل ما بيش أي ملقى كيسة سمة الإن بكذا كذا أزفر الناس بكذا كذا من فهم بدقيك؟ يلا توفرها الكيسة الطحن للقهال والقايلة السكار خبز وماء مستوب أيدك محدا دار إيش معك خلاص حالة يعني لا يرضى عليك ما بيش أي مقال المشروع الحوثي مشروع مقيت كهنوتي ويجب الاكتثاث الاكتثاث وكل إحنا ضد الحوثي لأن وجود الحوثي هو سبب دمارنا والسبب هذه المقازر والأحداث وهذه كلها سبب الحوثي موسيقى 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 خلاصة القول هنا بأن تلك الميليشيا نجحت في نهب كميات كبيرة من سلاح الدولة وأساءت استخدامه هنا في مدينة تعز وهذا أمر طبيعي بالنسبة لميليشيا ربت عناصرها على ثقافة الدمار والدماء والعنف وسياسة الحرب والقتل اشتركوا في القناة